موسيقى أهلا بكم في نشرة الأخبار الدولية وإليكم التفاصيل افتتحت أول شركة طيران صينية تعمل بالتجارة الأكترونية للشحن عبر الحدود إلى دولة بريكسيوم الجمعة في مدينة شيبان بمقاطع فوجيان بشرق الصين نتابع التقرير التالي افتتحت أول شركة طيران صينية تعمل بالتجارة الإلكترونية للشحن عبر الحدود إلى دولة بريكسيوم الجمعة في مدينة شيبان بمنطقة عدة فوجيان بشرق الصين أقلعت رحلة شحن الخطوط الجوية الأثوبية التي تحمل أنواع مختلفة من الشحن اليوم من المطار شيمانغوية الدولي إلى مدينة سان باولو البرازيلية أكبر مدن أمريكا الجنوبية من المتوقع أن يلبي المسار طلبات تصدير المنتجات المتنوعة مثل السلع التجارة الإلكترونية والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التكنولوجية الفائقة والدوائر المتكاملة وغيرها من السلع ذات قيمة المضاعفة العالية كما ستستورد المأكلات البحرية والفواكه الطازجة إلى الصين ومن المقتوقع أن تكتمل الطائرة الشحن شومان سان باولو التي تبلغ طاقتها الاستعابية القصوى 100 طن أكثر من 300 رحلة في السنوات الثلاثة المقبلة وسيعمل المسار الجديد على تعزيز التعاون بين الدول البريكس في سلسلة التوريد الصناعة التجارية تضم آلية البريكس الخمسة اقتصادات ناشئة الرئيسية هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا منذ نشأتها في عام 2006 وأصبحت البريكس قوة إيجابية مستقرة وبناء في الشؤون الدولية قال النائب وزير الخارجية الروسية في مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية يوم السبت أن روسيا مستعدة للتفاوط دون قيود أو شرط مع أوكرانيا لأنها عملية عسكرية نتابع قال النائب وزير الخارجية الروسي سيرجو لوبروفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية يوم السبت أن روسيا مستعدة للتفاوط دون قيود أو شرط مع أوكرانيا لأنها العملية العسكرية قال إن جميع العمليات العسكرية ستنتهي بكشف المفاوضات الروسية مستعدة لذلك مشددا على أن المفاوضات يجب أن تنطلق من الواقع وتواصل القوات الروسية قصف أهداف أوكرانية على جبهات متعددة بينما صدت القوات الأوكرانية الهجمات الروسية في عدد مناطق اليوم الماضي وفقا للنشرات وقال وزير الدفاع الروسي الجمعة أن الجيش الروسي هاجم قوات أوكرانية في اتجاهات شاملة إزابورجيا ودونسكو ودومباسك وصد محاولة أوكرانية للعبور للنهر الدنبار في منطقة خارسون وسيطر على مستوطنون معدات في منطقة خاركيوف وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية الجمعة أن القوات الأوكرانية صدت هجمات روسية في منطقة دونسك وهولكانسك وخاركيوف خلال الـ 24 ساعة الماضية وشنت قواتها الجوية ووحدات الصواريخ المتفاية ضربت على تجمعات موقعها العدو وقال نائب الرئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك يوم الجمعة أن روسيا تزعم خفض إنتاجها للنفط إلى 50 ألف برميل يومي في أمارس المقبل ويأتي ذلك بعد أن وقفت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض حدود القصوى للسعر المنتجات النفطية الروسية ووصف نوفاك سقف السعر بأن استمرار السياسة الطاقة المدمرة للدول الغربية وخلال الجولة السريعة في أوروبا ألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي كلمته أمام القمة الخاصة لدول العضالة للاتحاد الأوروبي في بروكس اليوم الخميس داعيا إلى مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا ودرس عضوياتها في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر ووفقا لتقارير ووسائل الأعلام أكد الاتحاد الأوروبي لزيلانسكي استمرار الدعم الكتلة في الحرب ضد روسيا دون إيطاء جدول ذمني وأوضح المحادثات عضوية الاتحاد الأوروبي وفي قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمع أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلينيو أن بلادها وفرنسا ستزودان أوكرانيا بشكل مشترك بنظام دفاعي الجوي ودعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دولة الشرق وأوسطها إلى ارتفاع المعدلات التضخم وصعوبة الأوضاع الاقتصادية حيث دع الشعب الإيراني إلى رفع العقوبات نتابع أدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول الشرق أوسطية إلى رفع معدلات التضخم وصعوبة الوضع الاقتصادي حيث دعب الشعب الإيراني إلى رفع العقوبات يدير برسا متجر لبيع السجادات اليدوية في مدينة أصفهان وص إيران ويقول أن العقوبات منعت إيران من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وزاد من صعوبة استيراد المواد الخامة مما أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير وجعل من الصعب القيام بعمال التجارية عندما تخضع بلدك للعقوبات لا يمكنك استيراد المواد الخامة مباشرة وعليك استيرادها من خلال وسطا مختلفين في بلدان مختلفة مما يضعف التكلفة ويكون غير اقتصادي للغاية إذا حدث ذلك مرة أخرى هذا العام فسيتعين علينا إغلاق المتجر كما قال برسا عرفان في ثلاثون سنة يعمل في مقهى وتقول أن المعدل اليومي للعملاء كان أقل من عشر ما كان عليه قبل العقوبات وإن العديد من المتاجر القريبة تشهد تراجعا في حركة المرور وقد يكون ألوان بشرتنا مختلفة وملامح وجهتنا مختلفة ولكن الإيرانيون بشرتنا أيضا ولدينا عقول وقلوب أيضا وأعتقد أنه يجب علينا جميعا الاعتناب بعضنا البعض بدلا من معاملة بعضنا البعض بشكل مختلف يؤكد عرفان أصبح أوميدي أبا مؤخرا لكنه يقول أن التضخم المرتفع كلفه زيادة من التربية المواد الجديدة حيث استمرت الأسعار عناصر مثل الحفاظات في الارتفاع وإستكى أوميدي أيضا أن الأسلوب الأمريكي دائما هو خاضل الدول أخرى لسيطرتها وفرض العقوبات على أي دولة لا تمثل مطالبها المفرطة وللأسف لن تنظر الولايات المتحدة أبدا إلى الشعب الإيراني قال الرئيس الوزراء كومبوتي هون سين قبل زيارته للصين التي تبدأ يوم الخميس إن العلاقات الوثيقة بين الصين وكمبوتي أدت إلى حمية صينية بين الكمبوتيين وما ألهم المزيد من الناس تعلم اللغة واكتشاف المعاني الوثيقة ورائها نتابع خلال مقابلة حصرية مع التلفزيون الصيني المركزي في بانهو أشاد هون سي بتأثير العالمي للغة والثقافة الصينية اللغة الصينية هي اللغة يستخدم أكثر من 1.4 مليار شخص وهو عادا ضخم في كومبوديا لا نطالب الناس تعلم اللغة الصينية لكن الشعب الكمبودي نفسه يريد تعلمها لأنه يتعين عليه تعلم اللغة الصينية جيدة بالترتيب للحصول على اتصال جيد مع أشخاص من الصين أثناء ممارسة العمل التجاري لقد قمنا أيضا بتضمين اللغة الصينية في النظام التعليم الوطني في كومبوديا يمكن لأربع من أحفاد التحدث اللغة الصينية ويمكن لثلاثة منهم التحدث جيدا ويبلغ عمر حفيد الأصغر أربع سنوات قال الرئيس الوزراء لقد تعلمت بالفعل التحدث الصينية قبل أن يتمكن من التحدث باللغة الكومبودية وقال هونسون إنه يطلع إلى زيارة الصين مع حفيده التي تعلمت اللغة الصينية وقال هونسون لن أحتاج إلى الترجمة لزيارته للصين في المستقبل سأحضر حفيدتي التي يمكن أن تترجم لي بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني كين شينغ يقوم رئيس وزراء مملكة كومبوديا هونسي بزيارة رسمية ابتداء من الخميس بصفته صديق قديم وصديق جيد للشعب الصيني ويدعو هونسي أول زعيم أجنبي صديفه الصين بعد العام القمري الصيني الجديد في عام 2023 مما يشير تماما إلى قرب العلاقات الثنائية التقى القادة الصينيون بما فيهم الرئيس شين جينبين وأجرى محادثات مع هونسو لتبادل وجهات النظر المعمقة حول العلاقات الثنائية كرمت حركة المرور على طريق نيروبيا السري الذي بنتها الشركة الصينية في إطار نموذج الشركة بين قطاعين العام الخاص يوم الثلاثة عشر مليون مركبة واستخدامها العديد من الثائقين السيارات منظر إطلاقها رسميا في يونيو كرمت حركة المرور على طريق نيروبيا السريع الذي بنته الشركة الصينية في إطار نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص يوم الثلاثة عشر ملايين مركبة واستخدموا العديد من الثائقين السيارات منذ إطلاقه الرسمي في يوليو عام 2022 وهو الطريق السريع بلغ طوله 27.1 كيلومتر وهو أول مشروع في البلاد تم بنائه بالتعاون بين الرأس المال الاجتماعي والحكومي بناء الطريق السريع من قبل الشركة الصينية تمبر 2022 وبدأ استخدامه على أساس تجريبي في مايو 2022 مما يمهد الطريق لإطلاق الرسمي من قبل الرئيس الكيني آنذاك أوهاردو كينتا في 31 يوليو 2022 وفي الشهر الماضي بلغ متوسط التدفق اليومي للحركة المرور السريعة على الطريق 50 ألف مركبة في الأيام الأسابيع الأولى وفي الشهر الماضي بلغ متوسط التدفق اليومي لحركة المرور على الطريق السريع 50 ألف مركبة في أيام الأسبوع أي خمس أضعاف ما كانت عليه في عملية تجريبية وتجاوز عدد تدفق لحركة المرور اليوم من واحد ثلاثة وستون ألف مركبة الطريق السريع وقت السفر بين حي وينزلانس في نيروبي والمطار الرئيسي الواقف في طرف الجنوب من العاصمة الكينية من ساعتين إلى عشرون دقيقة في السابق كان علي الاستيقاظ حوالي الرابع أو الخامس صباحا لتكون قادرا على البقاء في نيروبي بحوالي الساعة السابعة تقريبا ولكن في الوقت الحاضر كما تعلم يستغرق الوصول إلى وجهتك خمستاشر إلى عشرون دقيقة فقط لذلك بالنسبة لنا قال جوك جوزيف أحد السكان لقد كانت طريقه السريع نعمة بالنسبة لنا ومريح للغاية لقد جعلت حياتي الشخصية سهلة للغاية ويمكنني الحضور الاجتماعات في وقت جيد ويمكنني الإسرائيل المطار وتسوية أعمالي في الوقت المناسب استخدم هذا كثير ثمانية مرات في اليوم وقال كابش سوران وهو ساكن آخر خلق المشروع أكثر من ستة آلاف فرصة عمل محلية والتعاون أكثر مع مئتين مقال فرعي خلال مرحلة البناء وظف ستمائة موظف محلي أثناء التشغيل وقال أرشادي مذير العام للفندق المحلي كما احتفل كبار المسؤولون بهذا العام بالاحتفال 10 ملايين مستخدم وأودوا انعرب عن خارس امتناني لجمهورية الصين الشعبية لكونها شريق قوي لنا والتعاون في هذا المشروع مما يجعلنا كان نوروبي على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام على تحقيق حلمهم في الحصول وقال جوزيف السكرتير الأول لطريق شبكة المواصلات البرية الجديدة مشاهدين الكرام نهاية نشرتنا وشكرا لحسن المتابع وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى